مصر الرحب يسأل ما صحة الحديث شهران لا ينقصان شهر عيد رمضان و ذو الحجة الحديث صحيح ورد بعدة روايات وموجود عند الإمام البخاري و الإمام مسلم و غيرهما بروايات بألفاظ متقاربة و معنى الحديث شهران لا ينقصان شهران عيد بهذه الرواية رمضان و ذو الحجة فيه خلاف أي في المعنى خلاف فمنهم من أخذ بظاهر هذه الرواية و قال بأنهما لا يجتمعان ناقصين في عام واحد فإن كان أحدهما 29 فالآخر يكون 30 و العكس و هؤلاء الذين رأوا ظاهر اللفظ لهم أقوال شتى غير هذا القول فمنهم من يقول بأنهما لا ينقصان مطلقا مطلقا فيكونان تامين و الإمام الطحاوي في شرحه للحديث سفه هذا القول و قال بأن الواقع يرده كما أنه أيضا رد على القول الأول حتى الذي يعني فيه بأنهما لا يجتمعان ناقصين في عام واحد نعم و الصحيح في معنى الحديث هو أنهما لا ينقصان في الفضل ولا في الأحكام نعم ففضلهما واحد و أحكامهما واحدة و إن كان ناقصين في العدد هذا هو الصحيح نعم ففضلهما عند الله تبارك و تعالى واحد ثابت لا يغيره اختلاف عدة هما نعم فرمضان سواء كان تسع و عشرين أو ثلاثين ففضله عند الله عز وجل واحد و ما أودعه فيه من المزايا و المراتب لا تختلف و كذا الحال بالنسبة لذي الحجة ففضله أيضا واحد دون التفات إلى عدته و أما من حيث الأحكام فظاهر لكن المقصود مع التنويه بعظم فضل الشهرين لكن المقصود هو أن لا يبتدع المكلف من تلقاء نفسه ما يظن أنه يجبر به نقص أحكام الشهرين نعم فليس ذلك له فمن يظن بأنه يمكن أن يجبر نقص عدة رمضان حينما يكون تسع و عشرين بأن يصوم يوما نعم فذلك خطأ و غير صحيح و سواء كان ذلك سواء تقدمه بيوم أو تأخر عنه بيوم أو من يظن أن أحكامه تختلف إن كانت تسع و عشرين أو إن كان ثلاثين فذلك غير صحيح نعم و كذا الحال بالنسبة لذي الحجة و من اللطائف التي ذكرها أهل التفسير تفسير هذا الحديث هو هذا الاقترام بين رمضان و ذي الحجة في الفضل و في الأحكام فرمضان شهر الصيام و ذي الحجة الشهر الذي تقع فيه أغلب أعمال الحج نعم و رمضان قال عنه رسول الله صلى الله عليه و عليه وسلم من لم يدع قوله قال فمن لم من لم يدع قوله سورة العمل به لا في رمضان قال فلا يرفث ولا يجهل فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم و في الحج قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل القرآن الكريم يقول فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج و قال في رمضان من صام رمضان إيمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه الصوم لي و أنا أجزي به الجنة و قال في الحج من حج فلم يرفث و لم يصخب رجعك يوم ولدته أمه و في رمضان ليلة القدر و في ذي الحجة التاسع يوم عرفة و يوم العيد يوم الحج الأكبر و في رمضان العشر الأواخر و في ذي الحجة العشر الأوائل من ذي الحجة إذن هناك تشابه في الأحكام الذي رتب عليه الذي رتب عليه الفضل و المنزلة و بذلك يتضح معنى الحديث شهران لا ينقصان أي لا ينقصان لا في الفضل و لا في الأحكام بقطع النظر عن عدتهما شهراء عيد أي في رمضان يعقبه شهر يعقبه يوم عيد الفطر و الغريب أنه مع أن العيد ليس منه شهراء عيد هنا في ذي الحجة العيد منه في العاشر من ذي الحجة أما في رمضان فالعيد من شوال لكنه يضاف إلى رمضان و لذلك حتى نحن يعني في المجتمع يقولون عيد رمضان و يقصدون به عيد الفطر فهذا هو معنى الارتباط بين يعني كونهما في كونهما يومي عيد أو في شهراء عيد ثم سماهما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رمضان و ذي الحجة و أنا أذكر هذه الاحترازات لأن هناك بعض الروايات التي هي روايات ضعيفة فيها بعض الألفاظ المختلفة وبعضهم حتى ذكر أشهر مختلفة لكنها لا تصح ترجمة نانسي قنقر